موسيقى وإلى ملف الأزمة الأوكرانية حيث أكد الناطق باسم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن استفتاءات الضم التي تنظمها روسيا في أوكرانيا غير قانونية مشددا على أن جميع الأشخاص الذين شاركوا في تنظيمها ستفرض عليهم عقوبات من جهته قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن وضع مناطق الاستفتاءات سوف يتغير جزريا من الناحية القانونية عقب إعلان النتائج وتنتهي اليوم الاستفتاءات الروسية لضم أربع مناطق أوكرانية هي لوهانسك ودونسك وخيرسون وزابوريجيا وذكرت وكالة تاس الروسية أن نسبة التصويت تجاوزت خمسين في المائة في ثلاث مناطق من أصل أربع واعتبرت أن وصول نسبة التصويت في هذه المناطق إلى ما يزيد عن خمسين في المائة يعني أن الاستفتاءات أصبحت شرعية قال رئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أن منطقة دونسك في الشرق لا تزال تمثل أولوية استراتيجية قصوى لبلاده ولروسيا أيضا بينما احتدم القتال في عدة بلدات تحاول قوات روسية التقدم جنوبا وغربا وتأمل موسكو في ضم مناطق هرسون ولوهانسك ودونسك وزابوريجيا في الشرق والجنوب والتي تشكل نحو خمسة عشر بالمئة من أوكرانيا قتال عنيف تخوضه القوات الأوكرانية والروسية في مناطق مختلفة من أوكرانيا مع اقتراب الاستفتاءات التي نظمتها روسيا في أربع مناطق تأمل في ضمها إليها من نهايتها الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي قال أن منطقة دونسك شرقية البلاد لا تزال تمثل أولوية استراتيجية قصوى لبلاده بينما احتدم القتال في عدة بلدات وتحاول القوات الروسية التقدم جنوبا وغربا ووقعت اشتباكات أيضا في منطقة خاركيف في الشمال الشرقي محور هجوم أوكرانيا المضاد هذا الشهر ووصلت القوات الأوكرانية حملة لإخراج أربعة جسور ومعابر نهرية أخرى من الخدمة بهدف تعطيل خطوط الإمداد للقوات الروسية في الجنوب وقالت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية أن هجومها المضاد في خرسون كبد روسيا خسائر بلغت 77 جنديا و6 دبابات وخمسة مدافع هاوتزر وثلاثة أنظمة مضادة للطائرات وأربع عشرة عربة مدرعة وتأمل موسكو في ضم مناطق خرسون ولوهانسك ودوناتسك وزابوريجيا في الشرق والجنوب والتي تشكل نحو 15% من أوكرانيا ولا تخضع أي من تلك المناطق لسيطرة موسكو التامة ولا يزال القتال مستمرا على طول خط الجبهة بأكمله إذ أعلنت القوات الأوكرانية تحقيق مزيد من التقدم منذ أن هزمت القوات الروسية في منطقة خاركيف في وقت سابق من الشهر وهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ضمنيا باستخدام الأسلحة النووية لحماية أراضي بلاده والتي ستشمل المناطق الأربع في حالة ضمها هذا وبدأ التصويت على ضم هذه المناطق إلى روسيا يوم الجمعة الماضي ومن المقرر أن ينتهي اليوم مع احتمال موافقة البرلمان الروسي على الضم في غضون أيام وترفض كييف والغرب لاستفتاءات باعتبارها سوريا متعهدين بعدم الاعتراف بالنتائج قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيدف إن روسيا لعل حق في استخدام الأسلحة النووية إذا لزم الأمر وأضاف ميدفيدف أن أمن واشنطن ولندن وبروكسل أهموا بكثير لحلف شمال الأطلسي من مسير أوكرانيا مشيرا إلى أنه إذا تجاوز التهديد لروسيا الخط الأحمر فسيتعين على موسكو الرد وأشار ميدفيدف إلى أن موسكو ستبذل جهدا كبيرا لمنع ظهور أسلحة النووية لدى أوكرانيا التي يسيطر عليها الناتو حاليا على حد قولها قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إن أمنى محطة زابوريجيا النوية على المحكة وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظريها الأوكراني ديمترو كوليبا وذلك في كييف أكدت كاترين كولونا أن من بين أهدف بلادها في دعم أوكرانيا هو الحفاظ على أمن القارة الأوروبية مشيرة إلى أن باريس ستواصل تعزيز المساعدات العسكرية لأوكرانيا ومن جهته دعا كوليبا إلى فرض عقبات إضافية على الاقتصاد الروسي وأشار إلى أنه تم الاتفاق على شحنة جديدة من مدافع قيصر الفرنسية أكد الرئيس الروسي بلادامير بوتين أن إنقاذ أفراد في جميع المناطق التي يجرى فيها الاستفتاء بأوكرانيا على رأس أولويات بلاده وفي سياق آخر اتهم بوتين الدول الغربية بموارسة خداع وسياسة جشعة مشددا على أن الحبوب المصدرة من أوكرانيا لا تصل إلى أفقر دول العالم بالطبع اليوم في خضم العملية العسكرية الخاصة والاستفتاءات في دونباس يأتي إنقاذ الأفراد في جميع الأقاليم التي يجري فيها الاستفتاء على رأس أولوياتنا وفي صميم اهتمام مجتمعنا وبلدنا وهذا أمر طبيعي لأنه مرتبط بأحداث مأساوية